رحبت دولة الكويت بقرار مجلس الأمن الذي قضى بخروج العراق من أحكام الفصل السابع مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين والانتقال بها إلى مرحلة تحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن تعيين أحد كبار ديبلوماسيها في السفارة في بغداد للتفرغ للعمل مع بعثة اليونامي لمتابعة الملف الإنساني حول الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية بالتعاون المباشر مع الجانب العراقي في المقابل أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن شكره للكويت على دعمها لخروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة آملا بفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين